أرحب بضيفي في الاستيديو الصحفي خضر دهام صباحا خير خضر صباحا نور أهلا اسماعيل خضر الكل يتابع الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط كان هناك خطاب وكان الكثير من المراقبين يعني يترقبون هذا الخطاب وما سيكون فيه من جديد هل سيفاجئ الجميع بيعني تصعيد أم بهدوء كيف قرأ المراقبون خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله نعم بداية مرحبا لك اسماعيل والسادة المشاهدين في حقيقة الأمر خطاب نصر الله لم يغير من الواقع الميداني شيء سوى إعطاء طمأن للجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي بأنهم غير معينيين في هذه الحرب بقوله بأن حماس فاجأت الجميع بما فيهم حزب الله بهذه العملية وبأنها عملية فلسطينية خالصة من التخطيط والتنفيذ لها لحماس لكن اليوم اسماعيل كمراقبين نقرأ هذه التصريحات بأنه عندما يقول حزب الله بأنه جزء من محور المقاومة بل عصب في محور أو ما يطلق عليه محور المقاومة كجزء من سوريا والعراق وأيضا حماس يطرف في هذا المحور اسماعيل فأي طرف من أطراف هذا المحور عندما يقدم على عملية عسكرية من هذا النوع يجب على الأطراف الأخرى الالتفاف حوله وإلا لماذا يسمى بمحور المقاومة ولماذا الحديث سابقا بوحدة الساحات ووحدة الجبهات والدعم المقدم اللامتناهي لحماس ولحزب الله أيضا عندما تغرق حماس ينسح بحزب الله وتنسح من وراءه إيران والفصائل الأخرى التي تقول فصائل نحن فصائل مقاومة باستثناء بعض الضربات التي لا تغني ولا تسمن يعني اسماعيل في حقيقة الأمر في سوريا وفي العراق لقواعد التحالف الدولي مهمتها أصلا محاربة تنظيم داعش الإرهابي وتبعد ألاف الكيلومترات عن غزة وعن فلسطين أتحدث هنا عن شمال شرق سوريا وأيضا عن العراق فصائل ما سمت نفسها بفصائل المقاومة الإسلامية في العراق لربما هذا المصطلح الذي أطلقته على نفسها وهذه الفصائل أيضا بطبيعة الحال هي مدعومة بشكل أو بآخر من الجانب الإيراني لكن بالعودة إلى خطاب حسن نصر الله لم يقدم جديد اسماعيل على الصعيد للسياسي ولا حتى العسكري سوى ما تحدثنا به بأنه أعطى طمأنة للجانب الأمريكي أو أعطى طمأنة جانب الإسرائيلي الذي يخشى ما يخشى اتساع رقعة المواجهة وفتح جبهة لبنان بأنهم غير معنيين في هذه الحرب وما قامت به حماس سوى بعض الشعارات التي تؤكد على حق حماس وحق الفصائل الفلسطينية وحق الفلسطينيين في الدفاع عن أرضهم لكن اليوم نحن نتحدث معي عن محور كما تحدثنا ربما وحدة المصير على أقل لم توحد الجبهات لكن وحدة المصير على أقل تقدير كما يقول المراقبين في هذه الظروف التي تعتبر الأشد على حماس وعلى غزة وعلى الفلسطينيين وأيضا ربما تكون نقطة محورية في مصار القضية الفلسطينية لأنه من يسقط اليوم ويفقد حياته نتيجة الضربات الإسرائيلية هم الأطفال الفلسطينيين اسماعيل هذا الطفل لا يعرف حماس ولا يعرف حزب الله يعرف كيف يلعب ويلهو ويعرف أيضا كيف ربما يذهب إلى المدرسة ويعود إلى المنزل اسماعيل هذا الطفل ليس هو حماس وليس حزب الله اليوم على أقل تقدير هذه أو ما يحدث في قطاع غزة هو نقطة محورية أو مفصلية في مسار القضية الفلسطينية وفي مسار حياة الفلسطينيين ربما نحن نتحدث الآن عن قطاع غزة ربما غدا لا يعود هناك شيء اسمه قطاع غزة إذا ما نجحت إسرائيل باشتياحها البري واستطاعت من الدخول إلى قطاع غزة والسيطرة عليه فعليا اسماعيل فخطاع بنصر الله كما تحدثنا أعطى ربما من وجهة نظر العديد من المراقبين أعطى دفعة معنوية كبيرة في الجيش الإسرائيلي وأيضا من خلفها الولايات المتحدة والغرب الذي كانوا ينتظرون بفارغ الصبر أن يظهر مثل هذا الموقف بشكل رسميا وعلى لسان نصر الله طبعا هذا الموقف على لسان نصر الله لكنه يمثل أيضا من ورائه الموقف الإيراني الرسمي اسماعيل طيب خضر يعني اليوم ما الذي يدفع حزب الله ليقول بأن هجوم حماس قد فاجأ الجميع وبأن مخاططه فلسطينينا كما قلت أنت وحدة المصير اليوم هل يعني المصالح هي شكلت أولوية قبل وحدة المصير بطبيعة الحال اسماعيل عندما نتحدث عن التحالف بين حماس وبين ما يطلق على نفسه محور المقاومة فهناك تحالف هجين اسماعيل نحن نتحدث عن منظومة منظومة حماس منظومة إخوانية ونتحدث أيضا عن حزب الله وما يطلق عليه بمحور المقاومة وصولا حتى الحوثيين في اليمن نتحدث عن ربما منظومة شيعية اسماعيل هذا إذا ما تحدثنا بالإديولوجيا والفكرة العقائدي هناك خلافات والفكرة العقائدي إذن هذا التحالف تحالف هجين فأسهل طريقة للسيطرة على الشعوب وحجد التأييد الشعبي العربي هو أن ترفع شعار القضية الفلسطينية هذا ما فعلته الأنظمة العربية وهذا ما فعلته الحركات والأحزاب السياسية والعسكرية وحدة تركية أيضا بالضبط فعندما يتم استغلال اسم القضية الفلسطينية الشعوب العربية الشعوب عاطفية اسماعيل لا نتحدث عن أنظمة وحكومات بل نتحدث عن شعوب فالمتاجرة بالقضية الفلسطينية أو أن ترفع شعار القضية الفلسطينية كي تكسب الحاضنة الشعبية يعني لنعود فقط قليلا بالتاريخ إلى الوراء عندما بدأت الأزمة السورية وتدخل حزب الله بشكل مباشر في الأزمة السورية وقال حسن نصر الله ذاته إذا كان لدينا خمسمائة مقاتل في سوريا سيصبح ألف وإذا كان لنا ألف سيصبح ألفين وإذا كان لنا ألفين سيصبح أربعة آلاف هذا الخطاب ربما جاء على لسان حسن نصر الله عندما أكد تدخل حزب الله بشكل مباشر في الأزمة السورية عسكريا إسماعيل وغير الكثير حقيقة من المغادلة العسكرية على الساحة السورية إذن في سوريا تدخلت لأن سوريا جزء مما تسميه بمحور المقاومة والممانعة وبوحدة المصير ووحدة الساحات وفي حماس وفي مواجهة إسرائيل حماس فاجأت الجميع وهذه العملية عملية فلسطينية ولم يكن لدينا علم بما يحدث هذا هنا التناقض إسماعيل هنا التناقض ما يدعي حزب الله وما تدعيه محور المقاومة والممانعة بأنهم هدفهم الأساسي أو طريق القدس يمر من دمشق وبغداد ومن صنعاء أثبت اليوم زيف هذا الإدعاء وزيف هذا الشعار حقيقة إسماعيل لكنه رفع في السنوات السابقة كما تحدثنا استعضافا للشعوب والبحث عن تأييد شعبي لأن القضية الفلسطينية بالنسبة للشعوب العربية هي قضية جد حساسة وجد هامة وربما الجميع تاجر بها من أحزاب سياسية وأنظمة عربية وإقليمية إسماعيل طيب خضر يعني اليوم بعض المراقبين يقولون بأن يعني خطاب نصر الله هدفه يعني لسائل الحفاظ على مصالح إيران وعدم تعريض الخطر خاصة في ظل الانفتاح الأمريكي الأخير بين الطرفين وخصوصا موضوع الأموال المجمدة مقابل صفقة الرهائن بعد ذلك أقول في هذا المقابل صحيح صحيح إسماعيل يعني هنا نعود لنفس الخيار غلب حزب الله ومن خلف إيران غلبوا مصالحهم على قضيتهم التي كانوا يقولون بأنها قضية محورية يعني اليوم إيران تبرر وجودها في العراق دعما للقضية الفلسطينية تبرر وجودها في سوريا دعما للقضية الفلسطينية تبرر وجودها في لبنان عن طريق حزب الله دعما للقضية الفلسطينية هذا حقيقة يعني حتى في صنعاء تقول بأن طريق القدس يمر من بغداد دمشق بيروت ومن صنعاء أيضا فاليوم عندما نغلب المصالح ربما كانت اقتصادية سياسية دبلوماسية وغيرها على القضية المحورية التي لطالما لسنوات ناديت بها ولسنوات أكدت دعمك لها وربما أوصلت السلاح وربما دعنا نقول البنية التحتية لتسليح حماس طيلة هذه السنوات لمثل هذا اليوم عندما تغلب مصالحك على قضيتك المحورية فبتالي هذا ما نقول عنه زيف ادعاء هذه الجبهة دعنا نقول أو محور المقاومة باستغلال أو رفع شعار القضية الفلسطينية فالكثير كان ينتظر أن يغير خطاب نصر الله نوعا ما من الواقع الميداني على أقل تقدير لكنه جاء عكس التوقعات وجاء ليبرهن للعالم أجمع بأن حزب الله ومن خلفه التحالف الإيراني تخلوا فعليا عن حماس الذي كانوا يعتبرونها رأس حربة في مواجهة إسرائيل تاب خضر إلى موضوع آخر اليوم تكثف إسرائيل يعني منذ بداية التصعيد الحاصل في غزة إسرائيل تكثف هجومها على قطاع غزة وذلك وضعت نصب عينيها القضاء على حركة حماس ويتم الحديث في واشنطن وأيضا في الأمم المتحدة والشرق الأوسط عن وجود خيارات لتحدد مصير ومستقبل قطاع غزة ما بعد القضاء على حماس اليوم ما هي الخيارات أو ما المستقبل الذي ينتظر قطاع غزة وهل فعلا ستمكن إسرائيل من القضاء على حماس يعني هنا بيت القصيد هل سيبقى قطاع غزة أو هل بقي قطاع غزة أصلا ما قطاع غزة بات كومة ركام إسرائيل حقيقة يعني والصور والوقاء على الأرض تثبت نعم حجم الدمار كبير هي نكبة هي نكبة جديدة نكبة 48 هي نكبة جديدة في 23 2023 إسرائيل هي نكبة جديدة ستبحث عنها إسرائيل وقالتها انتظروا نكبتكم الكبرى يعني لا تنتظروا حتى ستكون ربما أكبر وأكثر ضراوة وأكثر خسائر بشرية من نكبة 48 نحن نتحدث اليوم إسرائيل إذا ما تمكنت إسرائيل من القضاء فعليا على حماس وهذا مستبعد عسكريا وحتى استراتيجيا لأن اليوم كما تعلمون القتال على شده وربما يعني حماس هي ليست أعضاء أو عناصر هناك حركة يعني متواجدة أيضا في خارج قطاع غزة بل في خارج فلسطين أصلا فاليوم من المستبعد أن تقضي بشكل نهائي على حماس إنما ستضفح قدراتها نعم هذا وارد نسبة إلى التفاوت في القدرات العسكرية والتفاوت في التسليح والتفاوت في التكنولوجيا ربما لسنا خبراء عسكريين إنما نتابع ما يقوله الخبراء العسكريين بهذا الشأن القضاء على حماس بشكل كامل استبعدوه الخبراء العسكريين وحتى السياسيين إنما إضعاف القدرات فهذا وارد إسماعيل لكن دعنا نتحدث أين سيذهب الفلسطينيون في قطاع غزة لم يبقى قطاع غزة أحياء كاملة دمرت غزة اليوم دمرت ولا زالت دمر وهناك مشروع ممنهج إلى تسويتها بالأرض فهنا نتحدث إلى ربما سيتبع ذلك عملية تهجير قسري وربما أيضا لمساء عدة ربما تكون الذراء عادة أعمار وما إلى ذلك لكن هي فعليا تهجير قسري ربما يحدث تغيير كبير وجوهري وربما يمتد إلى سنوات في قطاع غزة وأحتمال أن تقلب حماس أيضا الطاولة على إسرائيل وعلى الجميع فهي تمسك بورقة الأسرة وهذه ورقة جدا مهمة إسماعيل وإن لم تتمكن إسرائيل من تحرير هؤلاء الأسرة بقوة السلاح وذهبت حماس إلى أبعد من ذلك وهؤلاء الأسرة فقدوا حياتهم أو قتلوا نتيجة الضربات العسكرية أو ما إلى ذلك فالداخل الإسرائيلي سيكون كتلة من نار في وجه هذه الحكومة التي فضلت استخدام الخيار العسكري وقتلت الأسرة والفلسطينيين على حد سواء بضرباتها وربما أخذت خيار التصعيد الميداني على التفاوض مع حماس لتحرير هؤلاء الأسرة إسماعيل بطبيعة الحال حماس تركت منفردة بغض النظر إسماعيل إذا حماس هي جيدة أو سيئة بغض النظر حماس نتفق أو نختلف معها نحن نتحدث عن جهة أسكرية كانت تعتبر جزء لا يتجزأ مما يسمى بمحور المقاومة اليوم يحارب منفردا في قطاع غزة والضربات في شمال شرق سوريا وفي العراق فهونا بيت القصيد أي الساحات التي تتوحد وربما الضربات التي توجه لقواعد التحالف الدولي التي مهمتها محاربة تنظيم داعش الإرهابي توجه لها ضربات بطائرات مسيرة أو بصواريخ وربما يقال بأنها دعما لغزة إن كان حقيقة دعما لغزة فلالفصائل الإيرانية جبهات في الجنوب السوري جبهات في الجنوب اللبناني لتفتح هذه الجبهات وندرك حقيقة أنها نصرة لغزة لا أن تستهدف القواعد الأمريكية وقواعد التحالف الدولي في شمال العراق أو في شمال سوريا فهنا عملية ضر الرماد في العيون التي تستخدم بات الشعب حتى شعوب المنطقة باتت على دراية وإدراك بأن هذه لعبة سياسية ولعبة عسكرية يدفع ضريبتها في نهاية المطاف أطفال غزة والمدنيين في غزة في نهاية المطاف جزيلا شكرا أصحفي خضر الدهام شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والتحليلات